طيب نتكلم الحين عن بعض الماثدس أشياء على استخدامها مع المجموعات بتلاحظوا قيز مسما حكيت قبل أنه كثير من الماثدس مشتركة مع المصفوفات طيب خلونا أول شيء نتكلم عن الإضافة اللي هو مثود الانسرد هذا الماثد باختصار إحنا راح نرسله إليمنت معين راح يبدأ ويأخذ هذا الإليمنت ويبدأ يضيفه في المجموعة هذه ولكن تذكروا مو بشرط أنه يضيف بالنهاية ما ندري إحنا وين راح يضيف لأن الترتيب غير مهم فباختصار إذا كان موجود بتلاحظوا أنه ما يضاف لأنه ما في التكرار لو تذكرون في المجموعات أما لو كان مو بموجود فرح يبدأ يضيفه تذكروا أن هذا الماثد راح يرجع لنا يحتوي على قيمتين القيمة الأولى بولين عشان يقولي هل أضيفه ولا لا والشيء الثاني العنصر حقنا عشان نعرف يعني العنصر اللي قاعد تضيفه سواء أضيفه أو لم يضاف أوكي تمام؟ أوكي تعالوا نجربه مع بعض لو جئنا الآن هنا على هذه المجموعة لاحظوا أنه فيها العناصر من 1 إلى 5 وكمان عندي الواحد لو جئت الآن حكيت لا وعطيتها المنبر المنبر هذا والعنصر هذا لابد أنه يكون من نفس الطائب أوكي المجموعة حقتنا إنتجر إذن لازم العناصر تكون إنتجر أوكي فرح نيجي هنا نقول مثلا أضف الستة الستة راح تضاف وبرجالي تابل بيقول أنه أضيفه ليه لأنه مو بموجود فبتلاحظوا إحنا ما ندل وين راح يضاف في كل مرة راح يتغير ولكن لاحظوا في هذا تابل قال لي أنه وشه أنه في خاصية الانصر تقال لي إيش قال لي ترو أوكي وهذا هو العنصر اللي إحنا أضفنا اللي هو الستة نفس اللي هنا أوكي هذا يفيدني فيه الرن تايم إذا كنت حابب أتعامل بشكل دايمك يعني مو بهارت كودد أوكي طيب جد لو مثلا خذيت الخمسة أوكي by the way الترتيب وين أضيف ما ندري أوكي ما ندري لأنه الهاشنغ هو اللي راح يحدد فيه راح يضاف هذا عنصر لاحظوا الآن أضيف في البداية لو شغلنا مرة ثانية مو بشرط أنه يضاف في البداية لاحظوا أنه أضيف ما قبل النهاية تمام طيب الشيء الآخر المهم هو أنه لو كان العنصر هذا مكرر اللي إيه الخمسة لأنها أردي موجودة فبيقول لي أنه لا ما أضيفت الخمسة أوكي تمام ليلة عنها أردي موجودة فهنا قال لي اوكي إذا كنا حابين نستخدم هذا التابل فزي ما أنتم معارفين نقدر إحنا نقول لت مثلا ريزلت أو حابين تسوون ديكمبوزنج اوكي نقدر نقول هنا مثلا از آدد وهنا راح نقول الائتم اصل أوكي ونقدر نستخدم هالشيء مثل نجي هنا نقول از آدد وهنا الائتم هذي نقول لعنا ديكمبوزنج لأنه هذا التابل برجع قيمتين فأنا هنا عرفت متغيرين عشان أبدأ أستخدمه أوكي فالخمسة ما أضيفت فإذن والائتم وهو الخمسة تمام بينما لو أخذين ستة زي ما أنتم متوقعين راح يقول لي اترى أوكي تمام أضفنا إذا كان طبعا أضيف أوكي فسا يا بوث آر آآ إلا أنه قبل شوية قاعدين نسوي ديكمبوزنج أوكي تمام يعني أخذ القيم اللي في التابل زي نعرفها فيها متغيرات والترتيب طبعا مهم طيب إذن هذا المثال آآ 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 أوكي تمام آآ لو حاولتهم تعطون آآ 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 مختلف راح يكون عندنا وشو راح يكون عندنا آآ 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 لماذا؟ لأنه العناصر لازم تكون من نفس النوع تمام طيب آآ الماثد الآخر اللي هو زي ما يتم متوقعين أنه راح يحذف عنصر إحنا نعطيه إياه إذا كان موجود وإذا كان موجود راح يقول لنا نل أوكي طيب إذن لو كان مثلا عندي أنا الخمسة وحاب أني أحذفها فأنا راح أقول آآ آآ لاحظوا آآ عندنا منا آآ 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 عندنا اللي نعطيه الميمبر رأي تنكي نجيبها لكم السلايدات لأنها نفسها آآ نعطيه نفس العنصر أول شيء وكمان عندنا ريموفات دخلونا نتكلم عنها هنا أول شيء هنا تعطيني الميمبر اللي أنت حاب تحتفه إذا كان موجود أوكي فمثلا آآ الخمسة أوكي الخمسة موجودة إذن هنا راح يقول لأنه تم الحذف ويرجع هذا العنصر اللي تم حذفه لو تلاحظوا أنه هنا راح يحذف العنصر من المجموعة إذا كانوا توفر ونوع الارجع له تلاحظوا أنه أوكي تمام اللي هو العنصر اللي تم حذفه لو كان موجود آآ مثلا السبعة ما هي بموجودة فهنا راح يقول لي آآ نل أوكي لأنه ما تم الحذف أوكي فإذا كنت أنت حاب أنه تعرف هل تم الحذف ولا لا فإنت راح تسوي لأوبشنال بايندينج أوكي راح نقول مثلا لت آآ ريموفت أوكي وتساوي ونجي هنا مثلا نقول آآ لو حابين نسوي أوبشنال بايندينج راح نجي هنا دائرة نقول أف أوكي وهنا راح نقول آآ برينت سري أوبس راح نقول مثلا برينت أنه الأيتم آآ ريموفت طبع تذكروا هنا أنه إذا تنفذت هذه فهو سوى لأنرافنك صار أنتج لو تلاحظون تحت أوكي فإذا هنا ممكن نقول أنه آآ هذا الأيتم أوكي آآ خلوني أسميه آيتم أفضل هنا راح نقول الأيتم أوكي هنا راح نقول آآ هاس بين آآ ريموفت أوكي تمام هذا لو فعلا كان آآ حذف أما لو لم يحذف فممكن نتعالجون هذا الكيس في الألص هذه ما راح تتنفذ لأن السبع عصر ما بموجوده أوكي فهذا البلاك ما تنفذ إذا كنت حاب تتعالج البلاك إذا ما حذف إنت راح تحط الآلص زي ما إحنا متعلمين قبل تمام آآ بينما لو أخذيت الواحد الواحد موجود من البداية أوكي سوه هنا راح يقول لأنه الواحد حذفها لو جيت أطبع 6 مرة ثانية راح ألاحظ أن الواحد موجودة لو تلاحظوا أوكي آآ بلاس قاية لتنسون آآ هذا لازم تكون أميوتبل وخليتوها أميوتبل هنا راح يكون عندنا أوكي تمام لأنك إنت قاية تقول ما راح أسمح أنها تتعدل أوكي طيب إذن هذا تمام عندنا آآ مثل آخر اللي يقول أوكي إنو إحنا نعطيها الأندكس لو تذكروا المجموعة ما فيها أندكسات ما فيها أندكسات مرتبة أوكي تمام فبالتالي لو حاولتم تقول ريموف آآ أوكي وجينا هنا حكينا لأ 0 أو 1 أو 2 هنا راح يكون نقوم بالتعم إيرور لأنه هذه ما هي بمصفوفة أوكي فإيش الحل طيب لو كنت حاب أنا أحذف عنصر معين هنا راح نستخدم مثل آخر نقول لعنا الاندكس آف I think إنه جائبة لكم في سلايد اللي بعده فلو كنا حابين نحذف ب ريموف آآ لازم إحنا نحصل على أندكس تمام ما ينفع أنه آآ نستخدم الانتجرة العادية تمام المقصد بهذا الكلام من اللي حكيت set آآ دوت ريموف آآ أوكي وحكيت ل 0 هنا بيكون عليكم بالتعم إيرور ليه لأنه هذه مجموعة وليست مصفوفة فالإندكسات ما تكون بهذه الصورة نحصل على عنصر معين بطريقة أخرى نعرف الاندكس حقه بعد كذا وهو اللي راح نحطه هنا أوكي ففيه مثل ثانية راح تساعدنا في هذا الشي اللي وهو مثلا مثل الفرس اندكس آآ أوكي تمام المقصد أنا لو جيت الآن هنا وحكيت له مثلا set راح تكمل هذا المثل بعدين اللي هو الفرس اندكس آآ هذا راح يجيب لي لو تلاحظوا اندكس أوكي وهو هذا اللي راح احنا نقدر من خلاله انه نحذف عنصر من خلال الاندكس في المجموعة تمام وهو راح يكون اوبشنال فإذا لازم أن انت تسوي له اوبشنال بايندك تمام فلو حكيت الفرس اندكس آف مثلا الثلاثة آآ فهو راح يجيب للآن الاندكس اللي موجود فيه الثلاثة ذاق الوقت لأنه هنا غير متنبأ بالاندكس حقه أوكي فهذا بيكون اوبشنال ممكن احنا نسوي اوبشنال بايندنك اوكي راح نقول افلت آيتم آآ يساوي اللي اوه الاندكس آف راح نقول آآ الاندكس أوكي يساوي هذا الآن احنا نقدر الآن هنا جهوات هذا البلاك انه نستخدم مثل مثل المثل ليه لأنه خلاص القيمة الآن موجودة هنا حق تالإندكس اللي كانت موجودة فتقدر انت الآن تقول set dot remove at وكي هذا المثل نقدر احنا نرسله الآن هذا الاندكس لأن الطائب حقه اصلا الآن لو تلاحظوا آآ اندكس فالمثل هذا يتوقع اندكس فأي كان الاندكس ذاك الوقت فاحنا راح راح نحذف تمام آآ بايدو هذا يفيدنا في لم يكون الكود في الرن تايم عشان يكون الكود دايناميك انه ما نثبت احنا شيء معين تمام طيب اذا كان موجود فأهو راح يقول لي آآ نو اوكي الان وهو موجود فلو طبعت المصفوفة المجموعة هذه من بعد شوية بتلاحظوا انه الثلاثة راح تحذف تمام لو تلاحظوا هنا اول شيء موجودة بس ما بعد شوية صارت محذوبة تمام فاذا هذا اللي اللي حذف لو خذيت الان الستة موجودة فبالتالي ممكن انت تعالج هذا الكيس من خلال انك تحط لي آآ تقول لي انه موجود تمام فتلاحظوا ان العناصر لازالت نفسها هذي ما تنفذت لماذا لانه هذا رجع لي نل الستة موجودة طيب اذا هذا بنسبة طريقة استخدامه بالمساعدة مع طيب عندنا كذلك remove all كذلك عندنا remove first هذا الماثد بشكل بسيط راح يحذف ويرجع لنا الالمنت الاول اللي في المجموعة ولكن ما ندري احنا ما نتنبأ فيه تمام واذا كانت فاضية فهو راح يكون في run time error بينما pop first لا هذا يكون اكثر امانا لانه راح يحذف ويرجع نفس remove first ولكن راح يرجع null اذا كانت فاضية بس هذا لتلاحظ انه يتسبب انت ارر اذا كنا حابين نحذف كل شي راح راح نحذف نحذف راح راح اقول هنا نفس المصفوفات remove first لاحظوا انه يرجع element اذا كانت فاضية فايش بيصير راح يصير راح يصير راح راح يصير على انه كان بيحذف الواحد ولكن لا ترتيب هنا غير مهم فبتلاحظ بكل مرة انه يبدأ يتغير هذا العنصر اللي راح يحذف الان حذف الواحد بالصدفة الان حذف الاربع اوكي ممكن بعد شوية يحذف الخمسة الى اخر تمام تذكروا انه هذا ما هو optional فتقدر انت تتعامل معه كتيب عادي ولكن انتبهوا لو كانت هذي فاضية فهنا لو شغلت الان بيكون رنتايم ارر لانه هذا يعطينا العملية كما هو optional بالتالي ما هو بسيف الكود لازم انت تنتبه لهذا الكيس مفروض انك ما تنادي هذا المثل الا لو كان ازنات امتي هذه اذا كانت مهب فاضية فابد سو كول على هذا المثل لانه غير امن اذا كنا حابين نحذف بال فنفس الشيء راح نقول لاحظوا انه امن الامن العملية هنا راح يحذف ويرجع لنا العنصر اللي اعتبره الاول من المصفوف اول عنصر راح يواجه ما يهم الترتيب راح يحذف تمام بمعنى ما راح يقعد يلف عليها للنهاية تمام يعني ويبدأ يحذف هذا امن هذا المثل اكثر امانة من اللي قبله شوي ليه الان باختصار اذا كان العنصر اذا كانت هذه فاضية فبتلاحظ انه يقول لي ما راح يعطيني ران تعم ار اوكي فلو شغلت هنا ما عندي مشكلة راح يعطيني نل تمام تذكروا انها انه هذا بمعنى لازم تسهول او بعضها البعض الان هنا بس عشان تستعبونها بشكل مختصر اوكي طيب ام يا عندنا ام ام في اكثر من طريق انك انت تحذف العناصر كلها هي انك تسويري على ام تي هذا راح تخليها فاضية الان او انك تستخدم الماثد اللي اهو ام 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 راح تحذف كل الممبرز وكل العناصر اللي في هذه المجموعة تمام الكباسيتي تقدر انت تتحكم فيها وش نقصد بالكباسيتي انه الحين هذه المجموعة ما اخذ مساحة من الممبرز من الذاكرة اوكي اذا انت كنت حاب تقرر هل انا راح اخلي هذه المساحة ولا لا فاحنا راح نستخدم طبعا نرسل البراميتر اللي ونقول مثلا true لما نقول انا true فاذا هو حذف العناصر بس المساحة من الذاكرة اللي ما اخذتها المجموعة قبل شوي تلاحظ انها موجودة بمعنى انت محافظ عليها اذا كان هذي ما يبطال عليكم ولكن هذا عند قيمة افتراضية اوكي اوكي وهذا هو السبب اللي خليك انت تقدر على هذا المثل بدون انك ترسل ال اوكي لانه اساسا مثل واحد ولكن هذا عند اللي هو keeping capacity ما اخذ قيمة بترضي اوكي اذا كنت حاب تحافظ عن المساحة فانت راح تقول اترو عشان ما يعمل المساحة اللي ما اخذها من الذاكرة اما اذا كنت خلص ما راح تعتاج المساحة قطعيا فانت راح تخلي اوكي فهنا راح يحتف العناصر كلها زي ما انتم متوقعين اوكي تمام